هذا وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مكالمة هاتفية بقداسة البابة وادروس الثاني بابة كنيسة الأرثوديكسية للتهنئة لمناسبة عيد القيامة متمنيا للإخوة المسيحيين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام والأمن والأمان وخلال الاتصال أكد فضيلة الإمام الأكبر أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تكسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء أن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات من جانبه هنأ قداسة البابة وادروس فضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين بعيد الفتر المبارك